بلاستيك ومزيفة وطالقها قرر يبدلها بالألماظ طلاق ورجوع وطلاق ورجوع مايوهات وصور مخلة وإطلالات جريئة وسيطر على ترند في كل ظهور نسرين طافش الاسم الأكثر إثارة للجدل تعليق صادم من طليق نسرين طافش شريف الشرقاوي بعد انفصالهم كتبوا على حسابه على الانستجرام وهو بيلمح الارتباطه بوحدة تانية وقال عندما نترك الماضي لأنه قديم وكاذب ومزيف بلاستيك مزيفة للوصول لما هو صادق وحقيقي كالماس قريبا هتعرفوا مين كلام شريف الشرقاوي عمل جدد كبير جدا وتصدر اسم نسرين طافش منصات التواصل الاجتماعي وتعرض بسبب السوري دي لانتقادات كتير من جمهورها والناس على سوشال ميديا اللي قالوا انه ماينفعش يتكلم عن وحدة أمنته على نفسها بطريقة دي لأن النهايات أخلاق ونسرين ما ردش على اللي قاله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكانت نسرين أعلنت انفصلها عنه للمرة تانية في أقل من ثلاث شهور وكتبت لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام أرجو من الجميع احترام الخصوصية وبعد إعلان الطلاق بساعات رجعت تاني وشاركت جمهورها فيديون قدام البحر وكتبت كل يوم هو نعمة انت دايما بتتقدم للأمام ومن البداية علاقة نسرين والشريف الشرقاوي مسيرة للجدل سواء بإعلان زواجهم والصور اللي كانوا دايما بيشاركوها مع بعض وكان بيشوف الجمهور انها غير لائقة او منفصلهم ورجوعهم المتكرر ودي تعتبر الطلقة التانية لنسرين طافش وجوزها شريف الشرقاوي والمرة الاولى كان طلقهم استمر لست شهور بعد بحصلت ما بينهم خلافات كتير جدا ووصلت الضرب حسب تقارير صحفية غير مؤكدة وبعد رجوعهم قالت نسرين في تصريحات تلفزيونية ان انفصلهم خلهم يستوعبوا قد ايهم ما بيحبوا بعض وما يقدرواش يعيشوا بعيدا عن بعض بلقت قصة الحب بين نسرين وشريف شهر يونيو 2022 وشريف الشرقاوي ودكتور اسنان ومدارب اليوجا الخاص بنسرين لعب دور مهم جدا في حياتها لانه كان بيساعدها في حل مشاكلها سواء الشخصية او المهنية ومع تطور العلاقة بينهم وقعت في حبه وفضلوا مع بعض لحد ما قرروا انهم لازم يتجوزوا اعلنت وقتها نسرين اتباطها بيه من خلال حسابها رسمي على انستجرام ونشرت صورة وهي لابسة دبلة وعلقت وقالت ما جمعه الله لا يفرقه احد اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الابدي دائما وابدا نسرين طافش من الفنانين جدليين في الوسط الفني دايما بتتصدر تراند بتصريحاتها ومواقفها المسيرة للجدل وخاصة باطلالتها الجريئة على سوشال ميديا وعى البحر وجزء كبير من شهرتها اتبنى وقت ازمة اصالة وطالقها طارق العريان لما تقال ان الازمة اللي بينهم كانت بسبب خيانة طارق الاصالة مع نسرين طافش والاتنين نفوا الكلام ده وقتها غير ارتباط اسمها بخلافات مع نجوم تانين زي خلافها مع دينا الجندي اللي سبق وصرحت انها مش هتشتغل في اي عمل نسرين طافش موجودة فيه وردت نسرين وقتها برسالة غير مباشرة وقالت ما ليش خلق ازعل انا فوق السحاب هناك شفوني وقالت نسرين قبل كيف تصريح ليها انها ما بتهتمش باي حاجة بتتقال قلونا اي رأيكم في الطريقة اللي اتكلم بيها طالي نسرين طافش عنها